نصد فان بدي رحب بكل سماع برفقنا إن كي مباشراتنا على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحق العالم عبر موقعنا الإلكتروني وباقي المنصات يلي عم نطل عبره فتنا بزمن الميلاد وقربنا كتير على ليلة العيد للأسف العالم كله موجوع مش بس غزة المجروحة والمنكوبة مش بس غزة يلي عم بينباد شعبة وناسة وسكانة مش بس غزة يلي عم بيسير فيها إجرام على مرأة ومسمع العالم بدون أي تحريك للإنسانية نعم كل العالم مجروح في عالم مجروح باللا إنسانية وعالم مجروح باللا واقع للاقتصاد وفي عالم مجروح أكتر وأكتر بقلة الأخلاق هيدا هو عالمنا اللي عم نعيش فيه اليوم ولأنه عالمنا هالقد فيه وجع لازم نفتش على يسوع أكتر وأكتر بقلوبنا ربما يكون الخلاص قريب وإذا خلاص كل فرد بيعمل خلاص جماعة منكون عم نخلص العالم بهي درجة رح يكون حوارنا اليوم مع ضيفنا الأب توني فرح الكبوشي أهلا وسهلا فيك أبونا أهلا وسهلا فيك شكرا أبونا رح بلش إذا بتسمح من مفهوم العيد نحن عم نعيش موضوع الميلاد لحظة الميلاد فرح الميلاد لكن عنا مثل انقسام داخلي هل نحن بحقلنا نعيش الفرح والناس عم تموت قدامنا وهل قد فيه وجع وهل قد فيه شهده هل قد فيه إجرام أو لازم نعيش الفرح مش الفرح يالي تعودنا عليه من سنوات يعني زينة وحفلات وصفرة البعض بشوف هايك العيد أي عيد منا نعيش ذكرتيني هلأ بحادثة صارت معي كنت بإيطاليو وشفت محل اسمه دا كريسماس أوريجينل فلما فدت عليه فتت شفت كل شي بس ما لقيت كريس ولا المغارب ولا شي فسألتوا I found a mess يعني فوضى بس where is the Christ يعني للأسف اليوم عالمنا نضيع معنا العيد الحقيقي لأنه بهيد الفوضى يلي عم نعيشها بحاجة نرجع نفتش على يسوع يلي موجود بقلب العالم يلي جاية هو اسمه عم نوئيل يعني تحقيق النبوءات بيقول أنه هو عم نوئيل يعني الله معنا فإذا يسوع يلي موجود بهيد العالم نحن معه بندقي يعني في شي غلط بكل العيد فمشان هيك يمكن أول شغل متل ما كنت عم تقولي بقلب الوجع يعني بقلب الألم بقلب الحرب بقلب المرض بقلب كل ضعفة البشرية الرب جاية لأنه هيدا كل رسالته كانت من الأول أنه جئتوا لأخلي يا سبيل المأسورين جئتوا للعميان اللي ياروا للعرج اللي يمشوا كل تحقيق النبوءات كانت بيسوع المسيح فإذا نحن اليوم بقلب عالمنا ما خلينا يسوع يولد حقيقة بقلب الرجا طبعا كل شخص موجود بهذا العالم يعني الميلاد رح يدل نائس فمشان هيك أول شغلة ما دعوين لقلب هذا الميلاد نرجع نولع هذا الرجا يلي حطوا فينا الرب يسوع بميلاده وتجسده لأنه منه حيال لحدث منه بس حدث تاريخي إنما حدث رهيب ورائع باش ممكن يتخيلوا عائل لأنه إلهنا هالأدى عظيم وهالأدى محب لصار إنسان كرمالك الواحد منه أبونا فرح حضرتك عم بتحكي عن اللي صار معك بإيطاليا بدي أحكي شغلتين من الحدث من مكان الحدث أحد الكنائس بفلسطين المحتلة عملوا مغارة من ركام لفوا يسوع بكفية فلسطينية وحطوا كل عناصر المغارة على الركام وكان في إضاءة لحالة المغارة بتحكي بدون ما نحنا نحكي وكاريكاتور تاني برناوال حامل هدية بس عم يفتش على الأطفال كان عم يفتش تحت الركام ركام الأبنية على الأطفال مشهدين عن جد الواحد بتوقف عندهم بتأمل مطلق إنه بدنا نعيد بس هيدا العيد مش غير عيد نعم بدك تعلق على الموضوع المغارة تناعرف أول شي منين قشت المغارة إذا بتحب تعرفه نحن بلج بمناسبة 800 سنة على فكرة المغارة مع الإديسة فرانسيس رح تخبرنا أكتر تفاصيل كيف وردت الفكرة كيف تطورت الفكرة كيف سارد واليوم كيف الفكرة عم تتلاشى للأسف تجاريا وليس بمعنى الروح 100% الإديسة فرانسيس يلي ما بيعرفوا هو من مدينة أسيزي يلي بمحلة معين كان عايش كل حياته تتلقى بالربيسوعة تتلقى فيه بالصليب بالصليب سان داميان كلسة سان داميان وأهم شغله بسنة 1823 من بعد ما عايش حدث المجمع بذاك الوقت اللي تراني وكانه عم بجسده إذا بدنا نقول الإفخارستية فتير ولعت بقلبه فكرة أنه أنا أريد أن أرد طفل منه أي طفل هيدا الطفل يلي هل قدي مشرد هل قدي ضعيف هل قدي حش هالإلهي يلي كسر زيته تحتى يولد كطفل صغير كربال كل واحد منه فهيدا الفكرة أريده أن أرى هي كانت الأساس تبعا كل الفكرة بروح بيحكي مع رفيقه جان من جريتشو يلي هي اسم منطقة موجودة من هون اسم كراش مغارب فجريتشو هي ضيعة راح طلب من هيدا الصديق أنه أريده أن أعيش هيدا الحدث بدي أرجع شوف هيدا الحدث بعينيه وبي بيروح فكره ضغر لنبوءة أشعية اللي بيحكي فيها أنه أهل البيت ما عارفوا سيدهم أما الطور والأحمار عارفوا السيد فبيقول له بدي أشوفه مع الطور والأحمار وبيعملوا كل التحضيرات وليلة الميلاد طبع ألف ومثلاثة وعشرين بيعيش الحدث كله سوا بيجيبوا الطور والأحمار و باللترجية طبع القديس بيعمل المزود بيحولوا لمزبح وكان هو فرنسيس شميس إنجيلة فكان عم بيقرأ هو الإنجيل وحامل مثل بخبر الروايات أنه حامل شخص خشب فبيتحول هذا الشخص لطفل حي عم يتضحك وعم بيشع نور ومن وقته هذا الشي صار تقليد عنا كفرنسيسيين أنه نعمل لمغارة ومع الأرسليات الفرنسيسية والكبوشية دخل على الشرق زي بدنا نحكي بأول مغارة عملها لقد كان شميس كان الأشخاص حقيقيين أو كانوا أشخاص مثيل بجسد الفكرة بالتاريخ ما بيجيبوا صير أنه حط يوسف ومريم أنه قال أهم شيء بالنسبة له هو الطفل لأنه هو سبب كل الحدث ويبلتوا رجية اللاتينية أنه بيفوتوا بالاحتفال بطفل تحت ولد أنه يعلن الولادة فبتنقل الهلوية وبنقل المجد والله وكل هدول على هذا الاحتفال فهذا الشيء كان الأساس وبعدها صار ينزيدوا الأشخاص وينعملوا الشخصيات كل ما نسوت حتى صارت مثل ما وصلت لعنا اليوم نعم يعني من 800 سنة لليوم عم انتقلت من ضيعة صغيرة مجهولة هيدا الفكرة صارت من تشرب إيطاليا لحد ما وصلت عكد العالم نعم فكرة المغارة هي بقولوا أساس العيد بس في ناس اليوم بروحوا إلى الشجرة أهم من المغارة صارت موجودة الشجرة أهميتها قبل المغارة بس بالتاريخ ما كانت موجودة للشجرة الشجرة أشت بعدين هاي هي الشجرة أشت بعدين صارت أهم صارت زينة للأسف لأنه حولوا مثل مع السابان بدي يجي بابا نوال عند السابان تيحد بالسولية الكادو والبونشوز ولكن هي الحقيقة هي المغارة هي هيدا الحدث يلي نحنا منا نعيده مثل هونيك مرة كان عندي عمادة فرحت على العمادة عملنا العمادة وخلصنا وعزمونا على المطعم رحنا على المطعم عم نحتفل عامل الغداء كنا سوا بالمطعم سألت هونيك بابا لعمادنا قالوا من نايمين جوا أنا عم نحتفل بمين إذا هذا الشخص يلي عم بعيده أنا اللي هو يسوع المسيح أنا مكت عم بحس بوجوده ما عم بحس أنه هو حاضر بحياتي أنا مين عم بعيد منو عيدة أنا يلي أنا بدي أطلق الكدويات أنا ما أنا اللي بدي أكون هدية لهالإله يلي أعطاني ذاته كمان هدية فمش أنك هذا هو المعنى الأساسي تبع كل عيد الميلاد منو الشجرة الشجرة بعدين سر يعتوها معاني العصاية سر يعتوها بعدين معاني الشجارة كل هودون سر يعتوهم بعدين ولكن الحقيقة الأساسية هو يسوع المسيح هالإله لها لدى توضع وصار بقلب المغارة كان مال كل واحد منه وأوكي قد ما تغيرت كمان معاني زينة الشجرة أبونا طوني كان في شيء ملفقت اليوم عم بشوف أنا مثلا زهرة البنساتة البيضة مش الحمرة موجودة على الشجرة في أشياء غريبة عجيبة يعني بتصير للأسف كمان في المحلات التجارية اللي بتعمل أعلانات لإله بتعمل شجرة وبتحط سكربينة وبتحط دولاب وبتحط برفان وبتحط ما بعلي شو مش هاي هي شجرة الميلاد يعني كمان مع احترامي وتقديري لقيمة الأعلان ولقيمة التسويق وللزكاء الطبيعي والغير طبيعي بالتصنيع وبالتسويق وإلى آخر بس مش هيدا هو مش هيدا هو العيد مية بالمية نعم مية بالمية ويمكن هيدا المناسبة بعد 800 سنة واللي أعناتها الكنيسة هيك احتفال وشفنا بالفاتيكان كمان المغارة كيف حطوا فيها فرنسيس الأسيذي حتى يحتفلوا بهذا العيد خاصة بهذه المناسبة وبمنطقة أصلا جريتشو وكل الأسيذي كمان عايشين هم يستمعوا شغلاتهم يستمعوا مغارات فينا نقول يعني تقريبا وخاصة من بحسب تقليدهم بالفخار لأنه هن عندهم كمان فخار في هذه كلمان طبق فبيشتغلوا من خلال الفخار تشوفيهم بعدة موديلات الهدف الرئيسي تبع الميلادي اللي أعلنته الكنيسة سنة هو ترجع تذكرنا أنه كل هيدا الحب اللي صب بالطفل يسوع هو كرمان نرجع نحن نولد من جديد فينا نحكي عن هيدا الخطوة يلا خلينا ندخل مباشرة إلى الغفران في غفران أخذتوا أنتو ككنيسة فرانسيسية من البابا رح أترك لك أبونا توني تخبرنا كيف ولدت الفكرة ليش على 800 سنة وشو أهمية الغفران ومنحكي شوي كمانا بيجوهر الغفران بشكل أوبع مية بالمية أول شي بمناسبة مثل ما أنا أنه 800 سنة لأول مغارة الكنيسة مانحة كل اللي بيتبعه رح أترك لأنون ديس فرانسيس نعم أنه كل شخص بيزور هذا الدير حيالله دير فرانسيسي أو بيتبع نعم فرانسيس وبيكون عمبي يوفي شروط إذا بدنا نقول الغفران لهن التوبة الاعتراف الأدس والصلاة قدامنا مغارة وحتى شوف قداش أبعد من هيك بتقلك أنه المرضى يلي ما فيون يروحوا يزوروا الكنيسة إذا قدام مغارة بيتهم صلوا وطلبوا هذا الغفران وبيقدروا يحصلوا عليه لأنه هالأدسي رحمة ربنا أكبر بكتير ما ممكن نتخيلها فتنوصل شوي لمعنى الغفران الكامل وقت كتير بيجوا بيسألونا طب يا أبونا طب أنت لما بتعطينا الحل لما منعترف هل يترى هالاعتراف ناقص مثل ما بتعلم الكنيسة أنه كل شخص لما بيروح بيعترف بيروح و نحكي شواء ما رحل الاعتراف عن فحص الضمير الأكرار بالخطايا و من بعد في إرشاد و شي منسميه تعويض وهذا التعويض هو الخبرية كلها سوا أنا لما عمل غلط قدش قادر كفر عن هالغلط ذكرتنا الحادثة دايما به أول شي لازم أعرف أنه عملت غلط في نيس في نيس أبونا بيعملوا الخلط وبيضيفهم عنه للأسف يمكن وحدة أنا منهم يمكن بس بشكل أو بآخر وتنسير نحنا إله الأرض وكبشر عم نتصرف نحنا آلهة الأرض بطل مفهوم الضمير وفحص الضمير والخطيقة حاجزت لسلوكنا هاي دي مشكلة مشكلة مجتمعات اليوم شعوب دول أنظمة حتى مشكلة بعد معلية الكنائس بعدم صال الغلط صح وصا غلط للأسف للأسف معلية معبدين ماني عبدين بس عموصف هي الخبرية تبع الغفران الكامي ليك بس حتى قرع حط الخبرية بتذكر خبرية إذا مش غلطا ما صارت مع خوري أرس أو اللي بتجي عنده مرة بتجي بتعترف له بتقول له يا أبونا أنا كثير عم بحكي على الجيران وأنا بعرف أنا منا كثير هالأدسة خبرية هالأدسة إيلة فبروح بقل بتروح على البيت اللي عندك بتجيب الجيش بتنطفي لرشة مستحيل أنا طيار من الهواء فالخطية هيك بتعانبك الإنسان أوكي باش بس النميمة كل خطية هالأدسة بتخليني أنا مطيشر مكسر مدمر وقد ما أعمل شو ما حاول أعمل ما رح فيه أقدر عود إذا بدنا لقول الدرر اللي ممكن أعمله أوقيت كتير نجم بيقولو إن دي لازم قول كم أبانا وكم سلام أنه هل يا ترى أنا إذا قلت عشرة أبانا وعشرة سلام هل يا ترى هالأدسة رح كون عودت عن خطيطي أو إذا قلت له رح ررد المسروق أو أنه اللي قتلته أو اللي حرقت سلافه بسوق السمعة بسوق السمعة وهو دولي هل يا ترى قدر تعود عنه أو حتى بالأفكار أو بكل شي هل أنا كإنسان قدر عود عن خطيطي أكيد لا مشان هيك الكنيسة بتمنحنا هذا الأنعم يلي هو أصلا إذا منرع شوي للقصور الأولى من الكنيسة واحد لما بروح بيعترف ما كان بيعترف عند كاهن أوكي كان يوقف قدام الجماعة كلها سوا يقول أنا يا جماعة غلط وفي ناس يكون غلطان بحقهم موجودين مية بالمية وهذا الأصعب نعم فشو بيصير بتطلعوا الكنيسة لبرة بيطلع من الكنيسة بيطلع من الجماعة مشان هيك في شيء اسمه اكس كومينيون أو بيطلع بيحرم من ممارسة الأسرار لحد ما يكون إذا بدنا نقول مشي مسيرة التوبة طبعه وعمل التكفير طبعه وبيرجع بيقف قدام الجماعة الجماعة كلها بترعب تقبله ولكن بما أن الكنيسة هي أم ومعلمة ومدبرة كمانا وهلقد فيها تدبير بيحافظ على كرامة الإنسان بما أن الرب يسوع إلى التلميذ كمانا كل ما رابطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما غفرتموه على الأرض يكون مغفورا في السماء هيدا الشيء يلي عطيته للكاهن فصار الكاهن باسم الجماعة كلها سوا باش باسمه الشخصي هو كمانا إنسان ضعيف ونحنا كمانا ككهن من نعترف وأنه بالنهية كل واحد عنده هيدا الضعف اللي فيه بيعترف فيه فباسم الجماعة عم يرغب يضموا لهالكنيسة مشان هيك يعني بيكون خاطئ ما بيحق له يتناول ولكن من بعد ما يعترف ويكون قدم طوبته بيرجع على قلب الكنيسة باسم إذا بدنا نقول الحل يلي بيعطيه الكاهن باسم الله وبقوة روح للقدس باش بقوة هو يعني أنا أحلك باسم الأب والابن ويروح للقدس من كل خطاياك باش باسمي أنا فهدي هي الخبرية طيب أبونا هون أبونا عطوني بدي أسألك سؤال أوقات فيه كنايس مش ضروري تعترف بخطيتك مباشرة يعني فيك بينك وبين نفسك تصفي ضميرك تريح حالك يعني تشير هالحمل عنك بس بالصلاة الموجودة بالكنيسة بتشوف أنه كل ما فتعله عن قصد أو عن غير قصد بالأقوال بالأفعال بالكذا كذا 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 كأنه ترجيات موجودة نعم كأنه عم تصير الحلة بس مش ضروري يجي أوقات فيه ما عندك قدرة أنه توقف قدام الأب أو قدام أي شخص وتقول قد ما بتكون مخجولة من حالة قد ما بتكون وهون بدأ شوية طواضع أنا أكثر من زيتي والهدف منه يساعدني أطلع على أكتار بيجي بيرولي أنه أنا رايحي أعترف عند خري ما بعرفه ليش أنا بستحي منه أوكي شو الهدف أنه أنا رح أن تكاهن أول شي أكثر من زيتي أوكي بروح بعمل الخطيئة ما عندي مشكل منفوخ أوكي بس أنه تأجي أقول أنه أنا غلطت ما بقعد عندي بقى شجاعة شجاعة لا هي بدأ شوية شجاعة لأنه الواحد يكون بيغير حياته بدأ بطولة منه هينة منه هينة الواحد يجي يقول أنا أنا بدي أغير حياتي لأنه التوبة هي أساس كمانا مش أنه أنا بس بيجي بفضة خطاياي أدام الكاهن هي أنا عم بياخد قرار أنه أرى بلش من جديد وهذا هي إذا بدنا نحكي عن بايد الصفحة الغفران الكامل هو مش بس أنه أنا بايد صفحتي زيادة عن نطبية صفحة أنا أولد من جديد وهذا هو المعنى الحقيقي للميلاد أنه الميلاد الحقيقي هو بكل مرة أنا برعب توب وبرجع ببلش من جديد مشواري مع يسوع هذا الهدف كله من كل مسيرة الطوبة إذا أنا حقيقة عن جاية عم بعترف بس لأنه بدي أحكي و بدي أقول و بدي أفضي و وارجع روح عمل خطيطي ما ألمانا كل خبريتي ولكن الأساس هو أنه أنا عن جد أخذ أراري أنه أنا بدي أكون إنسان جديد أنا ما نقدر لحالي يا رب أنا جاية بنعمتك أنت وبقوة روحك لقدوس جاية ببلش من جديد هذا إذا بدنا نقول سر المصالحة وسر التوبة ما أنه غسيلة بس بدي أدخل على جوهر الميلاد يعني هيدا عم نحكي عن الغفران نحكي شوية عن جوهر الميلاد يسوع ابن الله جسد من مريم العزراء يسوع ولد تيكون مشروع للخلاص طيب هالطفل كان مضطر أنه ما يكون طفل ملك يخلق بمزود أو الصبل ما بعرف كل واحد بيختلف مع التاني بالموضوع أو نختلف مين كان موجود ومين ما كان موجود ونختلف كيف ظهر ووين رحمت ربنا أنه ولد يسوع لازم أهالي بيت لحم يكونوا من الشهداء لأجل يسوع كل هؤلاء الأسئلة يطرحوا أبونا طوني هلأ أول شغلة يسوع إجا تيقلب كل المقاييس مثل ما بتقول مريم بين الشيدة تعظم نفس الرب لأنزل الأقواء عن العروش ورفع المطواضعين إجا عمل ثورة وهذه الثورة كانت هي من أجمل الثورات بقلب تاريخ البشرية كلها سوى لأنه إذا بنجي من شوف شو عمل يسوع إجا كسر كل القوانين يلي بتكمل بالعنف بكل حياته صحيح كان هو أول أول مطهد كان هو أول شخص مشرد أول شخص فقير كان ملك إجا الملوك سجدوا قدامه ولكن حتى يقلب كل المقاييس تبع الملك أنه الملك ما أنه أنت اللي بتنقل تكون ملك بالسلطة يعني أنا اللي بأعطيك السلطان وهذا بيقول له يعني مثل ما نشوفها بالبداية نشوفها لابيلاتوس أنه إذا ما كان منع له السلطان لأ تبعك أنت ما في عندك سلطة علي وهون بيكون في سجال حقيقي أبونا توني إذا نحنا ما عنا شي من السلطان نحن مخيرون أو موسيرون أكيد مخيرون ما في سلطان نحنا بيقول ما في شي نحنا عندنا من ملكه إلا من سلطان الرب الرب بيعطي والرب بخيرك دايما الرب بيعطينا كل شي الله هو بي حضرتك عنديك أولاد مش مجاوز حيالة بي وم إذا منجب نتطلع بتربيتهم لأولادهم دايما بيشتغل مع أولادهم بطريقة بيتركولهم مجال لأولادهم يكبروا بيمسكون أول فترة بييدهم بيكبروهم النطفة صغيرة بس كمان بمحل معين بيقول لهم إذا قرب على النار شو بيقول له وانتبه أو حتى بيدربوه على إيده لسبب واحد حتى ينتبه أنه هذا الشيء ممكن يأزيه بس أولاد كمان بيروح الإنسان وهذا الولد وبيحط إيده بيحرقوا حاله وبيتعلم منه الرب دايما بيشتغل معنا بها الطريقة الرب بيقلنا بنبهنا بيعمل المستحيل بس بيقلنا أنه هادي هي الطريقة طبعة أنا عم بيعطيك كل الحياة عم بيعطيك كل الفرص دايما أنا بدي لأيلك أجمل الحياة ولكن أنا إذا بختار بختار أمشي غلط هدي أنا مشكلته ولكن الرب يحيظله كمان بنشوفه عم بيفتش علي عم بيعط لي وينك وينك رايح مثل ما عامل مع آدم أين أنت وينك رايح مثل ما عامل مع قيين أين أنت أين أخوك فبيمن الرب يبحث عن الإنسان وهذا كمان سر الميلاد أنه الله الذي يبحث عن الإنسان ما أنه بحاجة الإنسان هو يركض عند الله لفوق لأنه الله صار هل أدي قريب مني لحتى يقل لي أنا هو أنا حدك أبونا بس كيف سمح ربنا أنه يكون فيه شهداء من أطفال بيت لحم تايكون فيه خلاص للروح يسوع هلأ أكيد الشر دايما بده يشتغل شغله وأكيد مش رايح يجي يبرر لأ الله ولكن بالنهي هذا اللي عم نحكي عنه هو هيد الحرية أنه هيرو دوس استعمل حريته غلط هو الملك بدل ما يكون ملك عن جدعم بيستعمل سلطانه للحياة استعمل للموت وخاف على مملكته حتى ابنه حتى ابنه وقتله حتى ابنه وقتله لأنه خاف عنه ابنه يقتله أبنه شو اسمه فهل قد الشر كان متملك منه لحتى أنه سبب هذا المجزر أبنه بقل بقلد تاريخ بيتلحم وأكيد في النبوات عم تحكي عن هذا الموضوع ولكن الحقيقة هي الأساسية أنه يسوع أجد حتى يكون ملء الحياة وهو دول صاروا أديسين أنه منه نحيال لحد صاروا أديسين بيتلحم شو هداء بيتلحم أنه صاروا أديسين ومنعيدلهم بالكنيسة ب27 الشهر 27 كنون لحتى نتذكر أنه في شخص كمانا ما تكرمالهم لهو إلهنا وربنا يليسوع المسيح بعدين على الصليب رح يكون عد بقدم ذاته تحتى كل من بيأمن فيه بنال الحياة لأنه سبقوه ولكن بدم يسوع وبحياة يسوع وبتجسد يسوع نالوا الحياة أصلا نعم أبونا توني بدأش على الطفل يسوع نحنا ما نشوف الطفل يسوع أنه بحجة يعني ما فيك تشوف طفل وما تكون عم تفرح هو بداية الحياة الطفولة ووقتنا نشوف الطفل يسوع براسنا بإحساسنا بقلبنا بكل شي منحس أنه في شي تجدد مع أنه نحنا منعيش بالذكرى العيد بتعيد علينا الأصص مش كل سنة بيولد يسوع يعني هو ولد قبل ألفين بيولد كل يوم بيولد بأعمالنا وبأفعالنا طيب يلا خبرنا ما كل مرة بيقول عنه الإديس فرانسيس أنه كل مرة عم بيرجع يصير في عنا ميلاد كل مرة بالإديس ما كل مرة عم بينزل الله عم بينزل بهالقربانة عم بيتجسد ويجي هلقد يكون قريب بش بس أنه بصار ببيت لحم أنا ما عم يجعل من أنا حياتي ببيت لحم فهذا الأربانة هي كمان يسوع وأوكي بصورة جديدة ولكن صورة حسية أنا عم شوفه عم بسمعه عم بعيشه عم بتحت فيه هلقد كمان كسر من زيته حتى أنا أكله لعوصه نشوف قداش هلقد متواضع ربنا لدرجة مخيفة نحن لو عن جد بنعرف قيمة هالمحبة الكبيرة لكن بنقعد سنين حياتنا كلها عم نبكي من الفرح من الفرح حلو أبونا فرح أبونا أبونا توني بس بدي بدي توقف عند شغلة كتير مهمة وقتها نحكي عن طفل يسوع نتوقف عند التواضع عند التسامح عند المحبة عند كذا ليش وصلنا بزمننا اليوم الطفولة صارت لعبة عند الكبار بمعنى أو بآخر يعني خلينا نشوف شو عم بيصير بالمجتمعات اليوم حريت الخيار الهوية الجنسية حريت التصرف عدم القيم بالتعليم والتربية إلى آخره ليش وصلنا ما نحترم مفهوم الطفولة يلي كرسها يسوع المسيح كطفل أول شيء قبل ما يصير المخلص دغري بردع دغري لفكرة آدم وحوة آدم وحوة افتكروا حالهم هني الله تصيرونا آلهة وهيضا المشكلة اليوم بعصرنا صار الإنسان أنا نفكر حاله هو محل الله بكل شيء عم بيعمله نفكر محل الله بده يخلق من العدم بده يعمل تلوناج بده يطول الحياة ويعملها مثل ما هو بده بده هو يحدد إذا أنا بقدر عيش حدا أو ما عيش حدا بعبر الإنجاب الإصطناعي عبر القتل الرحيم أنه أنا بحدد الحياة ولا الله اللي بحدد الحياة والإشعاد بكل هودول الإنسان مشكلته الكبيرة أنا عم بفكر حاله هو الله ما تنسى يا إنسان لك أنت إنسان أنت مجرد تراب ولكن فيك روح الله خلي إذا روح يشتغل محنا بجيبك هيدا الموضوع أبونا بيقلك أنه ما يسوع المسيح وقت خلقني خلقني على صورته ومثاله وبالتالي أنا إله كمان مش إله شو وقلت أنكم آلهة نعم بشيك ألنا يسوع بس نتصرف نحن بس شو يعني آلهة من أي نوع من الآلهة نحن ما هو شو يعني آلهة يعني أنا عندي كل الأدسية أنا عندي أنا لأنه قدوس بالدس بقوله الأقدس للقديسين شو يعني هالقديس يلي هو على صورة القدوس ما خلقنا على صورته ومثاله يعني عندي هالقديسة كلها سوى بس عندي كل خيرات الله مش بس الأداسة يعني عندي الخير عندي الجمال عندي كل صفات الله أنا خلقنا على صورتهم فالله ما فيه كشواب مشان هيك إذا بدنا نجي نطلع أنه اللي موجود عند الإنسان كشر منه من الله فلما أنا بكون حقيقة على صورة الله بيعطينا الرب سلطان وإذا بنجي منشوفه شوي بالعادل القديم لما كانوا بأدم وحوبة بقلب الجنة كانوا عايشين بسلام مع الخليقة وبإنه مربولوس أنه بمحل معين الخليقة كلها ناطرة كانت لحظة افتدائها حتى ترعى تتصالح مع الله لأنه الإنسان بشره وخطيطه كسر آنون الطبيعة وبأي صار في عنا موت صار في عنا هيدا الصراع بين الإنسان والحيوان فمنشوف بالمقابل عندك بعض الأديسين عايشوا هالمصالح رجعوا للحال حالة عدن مثل ما نسميه أو حالة أولى أبل الخطيئة اللي هي أنه بيحكوا مع الحيوانات مثل مع فرانسيس مثل مع أنتونيس كبير ما عنده مشكل لأنه عايشوا هيدا المصالح ورجعوا للاتحاد ماذا يعني يحكوا مع الحيوانات يعرفوا لغة الحيوان بيحكوا مع الحيوان بيفهم عليهم بكل بساطة حتى ما بهلك أنا عندي حيوان أليف في البيت بحكيه بيفهم علي كلبي بسينة لا فيجي أبعد من هيك أبعد بكتير يعني أنا كون عايش عن جد هالمصالحة أنه بش بس أنه يسمعني ويطيع أنا كون عايش بسلام أنا ويجيه يعني أبعد من أنه بس أنه عندي كلب أنه عنديك الأشياء الشرسي يلي قويت نحن بنعتبره أنه هيدا ممكن تأذينا هيدا كمان مثل ما بيقول الأشعية أنه الدب ما شو اسمه موجود أنه مع الطفل ما عم بيأذي الولد عم بيلعب على جحر الأفع هيدا هي الحال يلي بيسوع المسيح حل السلام فيه ولكن أنا ما فيه أصلى غير ما كون بيسوع المسيح عايش اتحاد مع أنه الكنيسة بتقول أنه أدم وحوة هي أسطورة كيف نروح إلى تبنى القصة ونمشي فيها اليوم؟ تبنى القصة لأنه هي حقيقة منة تاريخية ولكن هي حقيقة الإنسان السلام حقيقة الإنسان أنه الله هو خالق كل شيء أدم وحواء هم أدم وحواء هم الدماء التراب وحواء الحياة لأنه حقيقة كل إنسان فأوكي قصة رمزية ولكن هي حقيقة كل إنسان وليش كان الجواب إذا بدنا نقول على مين خلق الإنسان وليش في حيات وليش في شر وليش في موت وليش في حسد بين خي وخي يجينا قيين وهبيل حسد وطمع وغيره كله وحقد وكرهي وانتقام من هنا نجل على الشرور من وراء أنه أنا ما أسمع كلمة الله هذا اللي صار مع قيين أنه قال له أنه حط أدم وحوه أنه اتنين يتون ما سمعه ما طاعه افتكروا أنه هن بيقدروا يسيطروا حالهم قيين بيقل له أنه انتبه الخطيئة وقفها على بابك يا بتسمع له وبتروح فيها يا ما بتسمع له وبتكونها عم تقدر وتعيش بسلام فقيين ما سمع كلمة الله راح للخطيئة وقت الخي وبرضه منشوف كيف ربنا بيشتغل بالرحمة وما بيخلي حدا يقتله بيحطله علامة كمان منشوف فيها دايما الرب الذي يبحث عن الإنسان حتى يريد الخلاص لأله أعطاه فرصة وهذا هي زي ما نقول مرحلة الكفارة اللي بعيشها الإنسان أنه أعطاه فرصة أنه يرعي يبلش من جديد أبونا توني نحن إلى عالم حلو روحي وإن شاء الله نكون عم نفيد حدا عم يسمعنا اليوم قلبه تقيل من الخطيئة قلبه تقيل من الوجع ومن أهر الحياة وعم نقول له الرجا موجود هيدا الهدف يعني من هذا الحوار أبونا توني بدي أحكي شوي عن بلبنان كيف فينا نحصل على الغفران يلي أعطيه من البابا بموضوع 800 سنة ذكرى 800 سنة على تأسيس أول مغاربة العالم أكيد الأديار الفرنسيسية موجودة بكل لبنان تقريبا من الشمال للجنوب هل هي الأديار على اسم الأديسة الفرنسية بش بس على اسمه يلي كل رهبنة تتبع روحانيتو أو أنونو يعني إذا من نحكي ما بين الفرنسيسكين ما بين كونفانتويل أو ديريين أو كابوشيين أو مثلا في عنا رهبات الصليب في عنا رهبات الفرنسيسكين ببادارو في عنا في كتير أديار وإذا بدون فينا نعمل لا لا مش نقرب المصرفات يعني اللي عم يسمعنا بلبنان وهال روحية ديسة فرنسيس موجودة بهالأديار إذا مندلوا وين أو منقلوا منش من الشمال مندلوا أو منخبروا شو بدوا يصير طي يرجع يروحوا مثل ما بدك يلا مثل ما بدك أول شي بما أنه هذا الأنعام ما حكينا عنه قبل شوي طبع الغفران بيش ضروري بقلب هيدا الكنيسة بس أهم الشغلة هي زيارة هالكنيسة والصلاة على نوية الحبر الأعظم يعني البابا ديما بيعطي كل شهر نوية لحتى العالم كله يشترك معه نشركون بسلاتنا نصلي لأبانا والسلام والمجد وللنؤمن إذا ما أنيها بالإديس كمانا وأهم شي نكوننا نصلي أداء لمغارة ونتذكر كمانا بهيدا المغارة هي أنه نحنا ولدتنا لقلنا بدوا يعمل كمانا أعتراف؟ بدوا يعترف أكيد أو بدوا يكون بحالة النعمة يعني بهيدا الفترة أنه أنا اعترفت حدرت حالي إذا باشي اليوم بكرة بعد بكرة بس أنا أكون بحالة النعمة وأزور هذا الدير وأتناول أهم شغله بالإفخارستية واحد الشارك بإديس كامل يعني بش أنه بس روح وأتناول حتى بهيدا الإنعام الكنيسة بتحبها الأشخاص يلي بش قادرين يوصلوا كمان أعطيت إنعام لكل شخص كمانا مش قادر يطلع من بيته كمريض بيقدر قدام مغارة بيته يصلي على نواي الحبل الأعظم ويكون جد بقلب كثير طيب بيقدم كل وجعه كل مرضه كل خطياء لطفل المغارة بقدر يحصل على هيدا النعم بالنسبة للمطارح المطارح في عنا من بلش من الشمال إذا بدنون بطرابلوس في دير مارفرانسيس بطرابلوس منرجع من نجا شوي صوب البترون بالبترون في كمانا دير ماريوس في الكابوشية مع مدرسة كمانا في بجرد كمانا بصورات نرجع من قريب نتفذ صغيرة في عنا بأدونيس جبال إذا بيطلعوا شو واحد بيت المحبة كمانا في دير لرهبات الفرانسيسكان نقريب نتفذ صغيرة في عنا بغزير هاو دول دير مارفرانسيس كمانا ومدرسة مارفرانسيس منقريب نتفذ صغيرة عنا بالدير وهلا برجع نجا نحكي أكتر عنه بفوت شوية بتفاصيل الدير عنا لش هلقد مناسبة مميزة في عنا دير الصليب في عنا مدرسة فالبيرجاك في عنا سيد تلبير هاو دول في عنا بالنقاش هاو المتن نرجع مننزل بيروت في عندن ببيروت تحت بالحمر دير مارفرانسيس أو كليست مارفرانسيس في عندن كنيستة الكابوشية أو سان لوي تحت بوسط بيروت في ببادارو سيدة الملايكة في تراصانتا بالجميزة بوج مدرسة الفرار كمانا هودو الأديار الفرانسيسية كمانا فيون يزرون مرجع مننزل شوية اذا بدن بصور بسعيدة في كمانا بصور دير الفرانسيس كان فيه دير مميس على حدود إذا بدن بصيدة كمانا في حد ساية البشارة كمانا في كنيسة كمانا فرانسيسية منطلع دير الأمر كمانا في عنا بدير الأمر كمانا دير لرهبة الصليب كنيست قلبي السوا كمانا في نزروا هودول كلهم في عنا إذا بدنا نحكي كمانا بعبدات في عندن كريستمر أنطونيوس البدواني بعد فيه كتير بس أنه هول اللي هلأ عم جارب بحرش طيبت بحرش طيبت نسيتون كمانا كريستمر أنطونيوس البدواني وفي عندن بزحلة زي بدون بالبقع كمانا دير مار فرانسيس كمان بالبقع بزحلة بس هذا دير الفرانسيس سوي نعم بكل المناطق اللبنانية وينما كنتوا شي كنت تحصلوا على الغفران الكامل عبر الشروط يلي زكري أبو ناطوني بس خلينا نحكي عن ديركم يلي اليوم يحتضن المعرض الميلادي مغارات الميلادية يلي هو لخينا عيسام عزوري يلي هلأ بعهدتكم خلينا نحكي عنه أكتر عن هال مغارات يلي عم تنتقل من سنة لسنة ومن موسم لموسم وبنحمل معه روح الميلاد مع خينا عيسام وزوجته أميلي مية بالمية قصة المعرض قصة من خبرية اليوم ويومين ولا سنة أو سنتين قصة طويلة بلشت من عمره ثلاثة سنين عيسام لأنه عمل علاقة مع يسوع المسيح الطفل وهذا الشي اللي يخليها الأدى يكبر ويتذكر أنه دايما أساس الميلاد هو يسوع المسيح وهذا الطفل الصغير مشانكي عمل الجمعية و على مدى ثلاثين سنة قاعد هو وزوجته يكونوا عم بيجمعوا مجموعة المغارات من كيفة أنحاء العالم وهذا الشي أكيد موجود بمنطقة قريتشو عمين مغارة أو مالأحرى معرض دايم لمغارات بيتشوف فيها يسوع بكيفة السقفات وهذا الشي اللي هن عملوه كمانا وجمعوا يسوع من عدة من عدة بلدين أولا وبعدد سقفات يمكن بش غريب كتير أنه ياريت في عند الفيديو قدر نشوفه على اللايف ولكن منشوف مثلا يسوع معمول كتير ضعيف مثلا بغانا منشوفه لأنه هل قدي بيشوفوا لليسوع المسيح منشوفه أسود منشوفه أسود منشوفه به بهنغاريا طبوش منشوفه بالأسكيمو يعني بدل ما يكون عنا الطور وحمار منشوف فوق ميو ودبدوب كل واحد حسب بيئته كل واحد حسب بيئته منشوف يسوع الصيني يسوع الياباني يسوع مكسيكي يسوع بكافة السقفات مئة بالمئة فلأنه شو الهدف من كل هذا الشكل هدف أنه نتذكر أنه يسوع أجه لكل الشعوب أجه بكل الأوضع وهذا كم أنا ذكرت موضوع المغارب بيت لحم اللي هي تحت الركام كمانا ذكرت دغري لما كمانا بعد انفجار بور بيروت عملت نفس المشهد عنا بسايدة الملائكة حطيت يسوع موجود بقلب الركام الركام اللي موجود بقلب لأنه صعبة يجب بقلب هذا الوجع وحتى كمانا في مرة تانية عملت جاي بقلب رماد العالم حضرتك بتصمم المغارات بالدير السنة السنة ما ما دخلت أنا تركت الأشخاص عنا بدير هنا يشتغلوا ولكن في هاد اللي كتير ما بنساها أبدا واللي بتقدر توصل إذا بدنا نقول روحية الميراد الحقيقية هي هالمغارة اللي فيها يوسف ومريم ويسوع بالوسط اللي هن كلهم ألوان عم بيجو تحتى يرع يلونه كل رماد العالم كل شي حواليا رمادة ولكن من قلب المغارة عم بلش يتلع النور وعم بلش يتلع لأنه جاي يسوع على الحبس وقد حاتت حبس كد حاتت كازينو كد حاتت مستشفى كد حاتت حرب كد حاتت سلام كد حاتت بيت غنى وكد حاتت بيت فقير لأنه جاي يسوع على الكل ما بدو يقف حدا وخاصة هالأشخاص اللي إذا بدنا نحكي عن عالم أماكن الشرور الكازينو والحبس وهو دول هو دول حتى كرم الهو دول الجاي وهيدا كمان اللي منقدر نستشفى إذا بدنا نقول من كل روح الميلاد تنرجى للمعرض بقلب المعرض في عنا مثل ما أنا مغارات من كافة أنحاء العالم وفي عنا شغلتين كتير مميزين اللي هن هدية قدمتها مدينة أسيزي للبابا فرانسيس من أول مطلع بابا بقدموله برميل وبقلب هدى البرميل في قلب مغارة حطين شخص اللي ديس فرانسيس وشخص البابا فرانسيس موجودين بقلب هدى المغارة ومنشوف فيها مدينة أسيزي بالخلفية تبعها وعلى البرميل من برة في نشيد الخلائي يلي كتبوا اللي ديس فرانسيس وكتبين عليه أنه من فرانسيس للبابا فرانسيس وأصر على الفاتيكان وقدموله وعرضوا على سنته وبقشوا بالدبويت لحد ما عصام والجمعية الجمعية الدولية للروح الميلادية بقدم طلب للفاتيكان أنه ما بده يكون أنه عم بيترك هكي بالدبويت هدى المغارة فبيطلبه وبيقدر يحصل عليها فبيجى هدى البرميل وإلو سبع سنين عم بيبرم بقلب لبنان تحتى نشوف هدى الجمال وهدى الطبوضة وهدى الحب وهدى الحدث اللي عملوا ألاديس فرانسيس هدى أول نقطة التاني نقطة هي كمان هدية كتير مميزة من بيت لحم من كنيستة المهد ذخيرة من أحجار المسبح تبع كنيستة المهد موجودة كمان حتى نقدر نرجع هيك نتبارك من هدى المكان يلي حلمنا كتير كبير أن نروح نزوره على أمل أبو ناطوني وين الدير كيف نصله أمتين فتحين من إياه الساعة لإياه الساعة وإذا بدي يجري مجموعات في طريقة اتصال أو أكيد أولا الدير تنصله نحنا بمنطقة لمطايلب دير مار فرنسيس لمطايلب أو إذا مما سألو هو دير الكابوشية وكيف يحن شارع الكابوشية هو دغر حيال سيرفيس إذا جئين سيرفيسات أما إذا جئين سيارات إذا طلعوا من طريق أنطلياس بطريقة كفية أبما يوصل لها إليسار في سبن دعا ما مش مش هي علامة تقدر تساعدنا نقدر نوصل على الدير من حد الضغرة منطلع من هنا كفي طلعة على راس الطلعة يصير الدير على اليسار يعني يفوتوا الضغرة على الشارع ويصيروا بالدير عننا دير مار فرانسيس على اللوكاشر ما موجود ميزون سان فرانسوا دا كابوسين على اللوكاشر إذا بيحطوا جوجل مابس بيقدروا يلقوا الفتيتيح من إياس فتتحنا عم بيكون كل يوم من الساعة أربعة للساعة ثمانية أما الرعاية أو المجموعات اللي بيحبوا يكونوا عم بيزورونا بوقت غير الوقت المحدد بيقدروا يتواصلوا على رقم الدير سفر أربعة سعمية وعشرة مية وتلات عش أو على رقم كمانا سبعة ستة سبعة ثمانية أربعين خمسين ومنحدد نحن وياهم للوقت لحتى نقدر نكون موجودين وحاضرين نشرح لنا شوي ونصلا نحن وياهم كمان لأنه بيشمن بس للفرجة لا يمكن يجو بدون يعملوا اعترافات أو شي كمان يكون في أباق موجودين أباق موجودين لحتى كمان يسمعوا الاعترافات واللي بيحب يكونوا عم بيجو في عنا قديس فرنسيس كل يوم الصبح على الساعة الثمانية وعنا قديس عربة كمان كل ليلة المساء الساعة ستة وهلأ خاصة بالتصعوية عمنا من المعه التصعوية والأحد عم تكون قبل الظهر من الساعة عم نكون فتحين من الساعة ثمانية ونص للساعة وحدة بوقت القديس عم نكون موجودين كمان نعم بدك تضيف شيء أبو ناطوني لا بالمبدأ هوا ينعاد على الجميع نحن نهار الأحد نقال الله راد ليلة العيد ونهار التنين يوم عيد الميلاد ينعاد على الجميع بالخير والبركة والمحبة وإن شاء الله الغفران نحملوا بحياتنا غفران الأداسة لأنه كلنا مشروع أداسة وإن شاء الله نكون كلنا نستحق هذه الأداسة خاصة إذا قدرنا نعرف وين الصح وين الغلط بالحياة ونرجع إلى قيم وتعليم ومبادئ سيدنا يسوع المسيح أنا بدي أشكرك الأب الكبوشي توني فرح أو توني فريحة فريحة أوكي وأنا صلي ساعة إليك فرحة وصلح لي أوكي توني فريحة أنا بدي أشكرك وشكرا لإلك وشكرا لكل أصدقاء اللي تتبعونا شكرا ناتالي شكرا كيفور وين عاد على الجميع بالخير والبركة وأنا بتمنى كمان أنه يكون هالعيد كمان عيد بركة ومصدر رجال لكل شخص عم بيقدر يسمع وعم بيفتش على الرجال بحياته شكرا لإلك شكرا مرسي